موسيقى رياضة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم البداية بأبرز نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر من البريمال ليغ التي لعبت اليوم حيث حسمت عادل الإيجابي هدف كل شبكة مواجهة سوط هابتون والمتصدر أرسونال الذي لا يزال في الصدر بـ 28 نقطة بفارقي نقطتين عن الوصيف ماشستر سيتي وضمن الجولة ذاتها انتفض ليستر سيتي ودكى شباك وولفر هابتون بربعية نظيفة يرتقي إلى المركز السادس عشر بإحدى عشرة نقطة مناصفة مع ويست هام يونيتد في الدورية الإنجليزي الممتاز دائما حسمت تعادل الإيجابي مواجهة تيلسي وضيفه ماشستر يونيتد في قمة الجولة الثالث عشرة التي احتضرها ملعب ستانفورد بريج السبت وقدم أو تقدم البلوز في النتيجة عن طريق الإيطالي جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة السبعة والثمانين لكن الرد جاء منها عن يونيتد برأسية البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع واستمر فرق النقطة الواحدة بينهما بعد المباراة حيث ارتفع راستو تيلسي إلى 21 نقطة في الصف الرابع نتبعا بماشستر يونيتد في المركز الخامس ب20 نقطة غادر مدرفع ماشستر يونيتد الفرنسي رفايل فاران ملعب ستانفورد بريج وهو يذرف الدموع بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة في الشوط الثاني من المباراة تمام تيلسي وتعرض فاران للإصابة خلال محاولة اعتراض كرة بينية مما قل بهجوم البلوز أوباميونغ وذكرت صحيفة لكيبال فرنسية أن فران سيغيب عن ماشستر يونيتد لثلاثة أسابيع على أن يعود إلى منتخب فرنسا قبل انطلاق العرس العالمي شهر نوفمبر المقبل في إسبانيا وصل ريال مدريد عرضه القوية بفوز جديد على حساب ضيفه إيشبيليا بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفرقين صارت السبت مع قال الميرنجي سانتياغو برنبيو إحساب الجولة الحالية عشرة من الليغة وسجل للريال مودريتش منذ الدقيقة الخامسة قبل أن يعدل إيريكا لاميلة لإشبيليا في الدقيقة الرابعة والخمسين لكن الريال عاد بقوة وسجل الهدف الثاني عن طريق فاسكيز في الدقيقة التاسعة والسبعين قبل أن يضيف المتعلق فالفيردي الهدف الثالث في الدقيقة الواحدة والثمانين بهدف جميل رفع حاب ورفع ليرفع قول حامل اللقاب رسيده إلى 31 نقطة في صدرة الترتيب بينما تجمد رسيده إشبيليا عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر وفي أخبار الريال دائما أعلن مدرب ريال مادريت كارلو غانشيلوتي لحداني قائمة المعنية بمواجهة لايبزيك ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات لربطة أبطال أوروبا المقررة الثلاثة على ملعب ريدبول أرينا وعرفت القائمة غياب كل من كريم بنزيما، ظالفيردي وداني سيبايوس وماريانو دياز ويحتل الملك صدارة المجموعة السادسة بعشر نقاط من ثلاثة انتصالات وتعادل حسم بهم التأهل للدوري ثمن النهائي للمسابقة منح ندي سيب سلطنة عمان أول لقب قاري في تاريخها بعد تتويجه السبت بكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم إثرى فوزي على مضيفه كوالا لامبور سيتي الماليزي بثلاثية نظيفة على ملعب بوك الجليل الوطني بطولة كأس الاتحاد الاسيوي تعد الثاني على مستوى لندية في القارة بعد دوري أبطالي أسيا وفي الدوري الإمارة فاز فريق العين على مضيفه النصر بثلاثية لهدف المباراة التي جمعتهما السبت ضمن الجولة السابعة وتقدم الأوكراني أندري ماركالانو للعين بهدفه في الدقيقة الخامسة قبل أن يعدل اللاعب رايان مانداز للنصر في الدقيقة الثامنة والأربعين وسجل الطقول كوجو رابا هدفين في الدقيقتين السادسة والسبعين والثالثة والتسعين منح بهما فريقه ثلاث نقاط غالية في سرعه للحفاظ على اللقب ختم أخباري الرياضة قدمناها لكم من قناة الجزيرة الدولية للمزيد من التفاصيل تابعون عبر منصاتنا الرقمية بالضر أو بالضغط على رمز الاستجابة السريعة شكرا على المتابعة